فلوكس برو وان وان التريند الجديد اللي هيكتسح المصممين وهيكتسح كل موديلز الزكاة الاصطناعي اللي موجود واللي ممكن يكون نقطة تحول كبيرة في عالم تصميم الجرافيك تخيل هيجي يوم نقول وداع عن المصممين فلوكس برو هيغير كواعد اللعبة فهل ممكن يغير حياتك كمصمم أو حتى كمستخدم عادي هنعرف الحقيقة بعد الانترو شركة بلاك فورست لابس اعلنت عن اصدار جديد من فلوكس برو وطبعا ده اصدار متقدم جدا في توليد الصور الرقمية باستخدام الزكاة الاصطناعي وهم مزايا فيه هو تحسين الاداء والسرعة وبيقدم خصائص جديدة بتخليه اكثر كفاءة من الموديلات القديمة واعتقد ان ده هيكون له اثر كبير على صناعة المحتوى والتصميم وهيفيد مجالات زي التجارة الالكترونية والانتاج الابداعي بس مهم جدا تشترك في القناة لو انت مش مشترك وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل فيديو هاتي هتلاحظ هنا في التصميم اللي قدامك دي ان تصميم معمولة بشكل احترافي جدا سواء في دقة الالوان وتوزيع الالوان وكمان دقة الصورة او انشاء الصورة مثلا عندك هنا صورة زي دي تعالى كده نكبرها الصورة جايب هنا ملامح عين انت مستحيل تقول ان الصورة دي معمولة بالزكاة الاصطناعي دقة التفاصيل وازاي قدر ان هو هيعمل عين بالشكل ده ويوزع الالوان فيها والبقرة والانعكاس الضوء والشمس المتوزع فين وكأنها مأخوزة لشخص حقيقي كمان في بلور على الصورة من بعيد ومن قريب في فكس يعني بصراحة التصميم في منتهى الجمال ايضا كده هتقلب هتلاقي مسلا هنا عندك تصميم زي ده كده وهو جايب لك هنا اتنين عن كبوت قاعدين الرجل والست وبشربوا شاي يعني ممكن يكون الحاجات دي معمولة كده باشغال يدوية والحاجات زي كده بس الحاجات دي يا جماعة معمولة باستخدام ايضا هتنزل تحت تعالى نشوف الشخصيات برضو بشخصية زي دي كوا كأنها شخصية حقيقة قدر ان هو يعمل ملامح الصورة لشخص يبدو وكأنه حقيق بمجرد كلمات تم وصفها عجبني جدا مصراحة الموديل الجديد وادي ايه دقيق في انشاء صوره حتى دي لو لوحة مسلا طبعا في ناس هتقول لك دي لوحة طبعا اكيد مليون في المية دي مرسومة ولكن هي مش مرسومة فن ابداع راقمي رائع جدا بيتم تطويره يوم بعد يوم هتقدر بعد كده بقى تستخدم سواء بقى تعمل ازياء سواء عايز تعمل لوحات عايز تعمل انتجات راقمية مسلا لصور فوتوغرافية صور كأنها تبدو كحقيقية يعني حاجات ويا سلام بقى لو مستقبلا كمان تم تطوير الفلوكس ان هي تعمل فيديو هاتف شايف المشهد عامل ازاي يعني مشهد ده ممكن يتبيني عليه فيلم يا جمعة في الحقيقة يعني تطور رائع جدا في فلوكس برو آآ قدى ان هو يعمل تصميمات هنا تبدو كأنها في مدحف حقيقة هو وجاب لك تفاصيل وحاجات مكتوبة على الحيطة ووثائق والشكل معمول وشكل كأنه حيب الزبط والاضاءة والناس اللي وقفة والخيال والعنى احكاسات الارضية لا يعني حاجة في منتهى منتهى هنيجي بقى للسؤال المهم ازاي هنقدر نستخدم فلوكس برو وان وان انا هستخدم معكم موقع جليف وده موقع كنت استخدمته معاكم قبل كده الموقع ده بيديك يومين حوالي عشرين صورة عشان تبدأ استخدم الموقع مهمة جدا ان انت تسجل حساب في الموقع عن طريق جوجل هتدخل على المتصفح او اي متصفح حتى لو هتدخل من الموبايل وهتكتب في البحس جليف تضغط انتر هيفتح لك هنا الروابط دي او الروابط هتضغط عليه هيحاولك على الصفحة الرئيسية دي مهمة جدا ان انت هتسجل حساب على الموقع عن طريق ساين ان او متضغط على ساين ان هيجيلك القائمة اللي تقدر منها تسجل حساب سواء بجوجل او الديسكورد ده المتاح لك فانا طبعا هسجل بجوجل وبعد كده تلقائن هو هينشئ لي الحساب بتاعي بعد ما اختاري الحساب بتاعي واضغط على كونتينيو اصبح عندي دلوقتي حساب على الموقع هكتب الاسم بتاعي ان كان الاسم هيفتح معك هنا الصفحة الرئاسية بالشكل ده ولكن المرة دي انت عندك حساب اهو لو جيت ضغط عليه تقدر تدخل على الحساب بتاعك مثلا نضغط على حاجة اسمها ازاي بقى نقدر ندخل نعمل التصميم عشان نعمل التصميم فانت بتدخل على حاجة اسمها بالشكل ده هيحولك هنا على الصفحة دي في الصفحة دي بيجي قولك هنا هتضغط عليها بالشكل ده هيجيب لك القائمة دي هنا بتجي تقول له اه اختار اللي انت بقى اللي انت عايز تعمله طبعا هو في حاجات كتير في الموقع وحاجات كتيرة ممكن نستفيد منها بس انا بختار حاجة اسمها هيفتح له هنا القائمة دي ودي طبعا اللي بيبقى فيها اللي انت محتاج تستخدم هنضغط هنا على هيجيب لك موديلز كتير يعني اكتر من موديل ابتدى عندك هنا من تحت من وده كان اه اول واحد يتعمل في الفلوكس وعندك كمان في حاجة اسمها الفلوكس اه دي برضو كان يتعمل والفلوكس برو وفيه فلوكس برو كمان يتعمل بس احنا مشوفناهوش او ما اتكلمناش عنه وحاجات تانية زي ده فطبعا احنا هنستخدم هنا الفلوكس برو و هنا طبعا لما بتختار الموديل عندك هنا تقدر تتحدد البعد اللي انت عايزه مسلا انا عايز اعمل البعد بتاعيه ستاشر الى تسعة اللي هو وعندك تفاصيل اخرى زي هنا دي بيقول لك ان انت عايز بتاعك يتعمل في كم خطوة فكل ما بتزود الخطوات كل مكان انشاء التصميم بتاعك بياخد خطوات اكتر فيكون في تفاصيل اكتر فممكن تتحكم في دي و هنا بالنسبة فهو بيجي يقول لك انت عايز بقى القوة عايز التفاصيل دي اتنركز عليها قوي ولا تكون عادي فهو قالك الافضل ان انت تخليها ولا يرى فانا هنسيبها زي ما هي وبعد كده هنجي هنا في المستطيل ده وده المهمة جدا بنكتب فيه اللي احنا عايزين نعملها كان عجبني تصميم في الصور اللي احنا كنا بنقلب فيها من شوية وحابب ان انا اجربه استخلص بتاع التصميم ده وهكتبه دلوقتي وتعال نشوف هيطلع معنا ازاي بعد ما تكتب بتاعك هنا بتضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو يعمل تصميم طبعا هو التصميمات في بقت اسرع في الانتاج يعني بتتعامل بسرعة مش بتغيب وفي نفس الوقت بتبقى يعني حلوة في التصميم بحلو مثلا التصميم طلع بالشكل ده تعال نشوف هنا كاميرا وتحت منها الصور وطلع منها صور بالشكل ده يعتبر تصميم قريب او من التصميم اللي احنا كنا شوفناه في الاول اه لو انا عايز احتفظ بالصورة هنا بقدر ان انا اضغط على سيف ايميج واحتفظ بها عندي على الجهاز تعال نجرب تصميم تاني هاجي هنا وهكتب برضو هنا بروميت تاني برضو كنت مجاهزه وتعال نشوف هيطلع نتيجة ازاي هنضغط على هيبدأ دلوقتي يعمل التصميم عمل هنا تصميم تعريبا نفس التفاصيل اللي انا كنت طالبها لانه منظر طبيعي وبيت شكله قديم يعني التصميم دي بصراحة انا شايفها ممتعة جدا ان انا ممكن ابني بالتصميم دي اه كصة يعني ممكن اعمل فيلم كارتون او او اعمل ابني كصة معينة وقدر استخدم الحاجات دي في كده لانها بصراحة معمولة بشكل رائع جدا وتفاصيل اه رائعة جدا في ممكن استخدمها في الافلام او الكارتون والحاجات دي تعال نجرب حاجات تاني هكتب لك يكون ظهر معنا في بداية الفيديو تعالى نشوف هنعمله ازاي بس عايز اغير هنا البعد هخلي المرات دي مسلا اه سكوير اتش دي وان اه باي وان وبعد كده هنضغط على تعالى نشوف التصميم هملي هنا التصميم بالشكل والتفاصيل الحلوة دي وجايب هنا طبعا الميزة طبعا هو كاتب الكلام بشكل ده ويعامل هنا طبعا رسم شخص بالشكل ده فده برضو هينفع ان هو شغل للناس اللي بتحب تعمل والحاجات زي كده ان هو ممكن يعمل حاجات شبه كده باستخدام اه تطبيق او بصراحة رائع جدا هنعمل تصميم كمان بس هيبقى يعني نظام وهنيجي برضو هنا ممكن نغير الابعاد بنخلي البعد ممكن نخلي البعد زي ما هو او لو حابين نخليه برضو بحيس بشكله اوضح ممكن نتحكم هنا برضو في ان احنا نزودها شوية تعالى نشوف لو ما نزود ايه اللي هيحصل طبعا هنا السيد احنا لان احنا كده كده بنعمل صور جديدة فاحنا مش محتاجين نزبط على اي حاجة في السيد والسيد ده بيبقى رقم صورة يعني انت ممكن يبقى عندك صورة لها رقم سيد فانت عايز تعمل نفس التفاصيل بتاعتها فممكن استخدم السيد عشان تعمل ده هنضغط على عشان يبدأ يعمل هنا التصميم بالابعاد اللي احنا اخترناها والكلام اللي احنا كتبناه بالشكل ده بصراحة التصميم حلو قوي عمل لك هنا يعني الكلب كانه طالع من فيلم كارتون او فيلم سري دي ومعمول بشكل حلو قوي التفاصيل في حلوة مفيش اخطاء بصص كويس اللي ام عطلان حلوة يعني مفيش اي عيوب فبصراحة برضو تصميم حلو جدا وللناس اللي حابة مستقبلا ان هي تعمل يعني تصميم كويس على فكرة هو في ميزة برضو في فلوكس وممكن احنا نجربها بعد كده ان فلوكس ممكن يعني يقدر شوية ان هو يثبت الشخصيات وده طبعا موضوع مهم جدا الناس اللي بتحب تعمل تثبيت للشخصية وده ممكن يظهر معنا اكتر في فيديوهات وده ممكن نشتغل عليها لما تم الاعلان عن فلوكس برو على الموقع الرسمي لشركة بلاك فورست عاملوا بعض الاحصائيات من ضمن الاحصائيات دي حابهم هم يعملوا مقارنة بين كل الموديلز اللي اتعملت ففلوكس برو خد اعلى تقييم وقابل منه في فلوكس اللي هو البرو الوان وان طبعا اعلى حاجة وقابل منه البرو العادي والايدو جرام اللي هو احدث اصدار واخد مركز ثالث انا كنت منبهر جدا بايدو جرام لانه بصراحة ايدو جرام قوي جدا لكن فلوكس جي غير القاعدة المتجر هتلاقيه بعيد شوية وابعد حاجة خالص طبعا هنا هتلاحظ ده يعني انا شايف انها بعيدة قوي اعتقد لازم تاخد موقف واعتقد ان لو خايت موقف ممكن تطلع لقدام خالص وده شيء متوقع جدا كذلك الامر في الستيبل دي فيوشن ثري اصبح في المؤخرة وصاد كل الموديلز اللي طلعت دي ايضا من حيث التكلفة برضو عاملوا هنا التقرير قالك ان اعلى التطبيقات او الادوات سعر مثلا ده الاس ري والميت جرني والايدو جرام ولكن الفلوكس هتلاحظ ان هو في الوسط بالشكل ده واقل شيء هو طبعا عندك البلاي جراوند بيرجان ثري والفلوكس وان اللي هو اول اصدارات في الفلوكس ولكن الفلوكس بروان وان هتلاحظ ان هو هنا في الوسط بالشكل ده لما جم كمان عاملوا هنا سرعة الانشاء لو ان فلوكس برو واخد اعلى تقييم في سرعة الانشاء فده بيميز برضو التطبيق او فده برضو بيميز الموديل ان هو بيقدم اداء سريع واداء جيد لانشاء تصاميم باستخدام الزكاة الاصطناعة تقدر دلوقتي ان انت هتجرب فلوكس برو وتستمتع بعمل تصاميم احترافية هتفرق معك جدا في شغلك من الروابط اللي هتلاقيها في وصف الفيديو او بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها هتقدر تستخدم في انشاء تصاميم احترافية اتمنى تكون استفدت من الحلقة لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة فعل زيجرز علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديدة ما تنساش لو عجبت الفيديو لايك وتكتب لي رأيك في تعليق وفي النهاية السلام عليكم